تبيشعة القرية التي لم تغب تفاصيلها عن أذهان فاطمة بعد أن عاشت فيها نحو خمسة عقود واليوم تحكي مشاهد تهجير وتفجير الميليشيا منازل أبنائها أكثر من خمسة ألف مواطن من أبناء قرية تبيشعة في بلاد الوافي يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويفتقرون لأبسط مقاومات العيش بعد أن هجرتهم الميليشيا ومنعتهم من أخذ أي شيء من منازلهم بمديرية جبل حبشي جنوب غرب محافظة تعز لم يتبقى أي شخص في قرية تبيشعة جبل حبشي بل أن نزحت القرية عن بكرة أبيها صغيراً وكبيراً ذكراً وأنثى والشيوخ والمعاقين وغير ذلك بل لم يبقى أي شخص في القرية والآن يعانون شد المعاناة والمأساة الذين لا يستطيعون تحملها مع هذا الوضع المزري والمؤلم الذي لا يرضى أي إنسان أن يحط بهذا المكان وهذا الوضع من وقت لآخر تحاول المؤسسات الإغاثية توفير ولو قليل من الدعم للتخفيف عن هؤلاء الفارين من جحيم الميليشيا خصوصاً في ظل الحالة المتدهورة التي يعيشونها أصبحوا بلا ماوى وأصبحوا بلا غذاء مما استدعى منظمات المجتمع المدني أن تستجيب لهذه الحالة الإنسانية فكانت مؤسسة دروب النور والله الحمد السباقة في هذا الموضوع قامت بهذه الحملة الإغاثية الغذائية التي سندشنها اليوم لعدد 150 أسره نازحة من قرية تباشيعة مديرية قبل حبشي غياب دور السلطة المحلية عن تلمس اهتياجات هؤلاء المهجرين قسرياً كما يشكون يترك تساؤلات عديدة أهمها إلى متى ستظل السلطة المحلية تتجهل أوضاع ضحايا الحرب في ظل تدهور الأوضاع التي تشهدها المحافظة حمزة أمين قناة بلقيس تعيز ترجمة نانسي قنقر